اشتركوا في القناة وتوضيح الأدوار والحقوق والواجبات وكذلك المسؤوليات بين جميع الأطراف هذه الندوة التي جمعت كل القطاعات الوزارية داتا سيلة المؤسسات العمومية المختصة وكذلك الجمعيات الوطنية الشبانية وكذلك الجمعيات المتخصصة في العمل التطوعي من أجل دراسة كيفية إعداد وتنظيم العمل التطوعي في يومين من خلال ورشتين الورشة الأولى سوف تتخصص إلى إعداد مسودة أو مشروع قانون للعمل التطوعي وكذلك التفكير في وضع شبكة أو هيكل منظم لهذا العمل التطوعي أما الورشة الثانية فسوف تناقش وتدرس البطاقة البرامجية للعمل التطوعي تنظيم العملية التطوعية يؤسس لمرحلة جديدة من خلال تعزيز الحماية القانونية لجمعيات الناشطة وتثمين مجهودات على مدار السنة خاصة بعد دورها الإيجابي خلال أزمة كوفيد-19 والحراق التي اندلعت في عديد ولايات الوطن الصائفة الماضية تطوعي غير منظم وغير مؤثر كل واحد يخدم من جهته وكل واحد يجتهد وحده فهذه المبادرة أعتقد أنها ستكون من خلال الورشات المطروحة من خلال البرنامج المسطر من أجل تنظيم العمل التطوعي من أجل الرقيب بالعمل التطوعي في الجزائر وكذلك من أجل تحيين أدواره للمستقبلية قرينا القوانين اللي كان الداخل نحن ماذا بنا يكون توضيحة أكثر في هذا الندوان فيما يخص هذا القانون وأيضا أنه يراعي والاحتياجات لهذه الجمعيات ما يخص مشكلة المقر بالأخص كما نحن الحمد لله لا لدينا مشكلة هذه ولكن كانت جمعيات كثير اللي يتخبطوا في هذه المشكلة هذا بيثان يخدمون لأساس الأسبوع الوطني للتطوع الذي يمتد إلى العاشر من ديسمبر الجاري يدخلوا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يعمل على إعطاء أهمية للعمل التطوعي بمشاركة الشباب ومختلف شرائح المجتمع لترسيخ ثقافة التطوع وتقوية روح المواطنة ترجمة نانسي قنقر